اشتركوا في القناة امام النووي رحمه الله تعالى بقوله باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبريغه من لم يبلغه قال ألمن مسلم حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حمد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما وحدثنا يحيى بن يحيى هو اللفظ له قال أخضرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير زاد خلف في روايته شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثين حديث بن عباس حديث بن عباس رضي الله عنهما بطرقه ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه بطرقه كذلك أما حديث بن عباس هو الحديث الأول فهو حديث متفق عليه حديث بن عباس أخرجه كذلك البخاري وأما حديث أبي سعيد فأخرجه مسلم فقط ولم يخرجه الإمام البخاري قال الإمام المسلم قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جبرة قال سمعت بن عباس رضي الله عنهما حاء وحاء كما هو معلوم من تحويل من سنادي إلى إسناد حاء للتحويل من إسنادي إلى إسناد قال حاء وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جامراه هنا يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى ابن يحيى واللفظ له أي أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أخرج هذا الحديث عن شيخين الشيخ الأول هو خلف بن هشام والشيخ الثاني هو يحيى ابن يحيى ثم قال إمام مسلم أن اللفظ الذي سيسوقه هو لفظ يحيى ابن يحيى وليس لفظ خلف بن هشام وهذا من جقة الإمام مسلم رحمه الله تعالى فإنه يذكر صاحب اللفظ وهنا قال حدثنا يا حب ناحية واللفظ له الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما ذكر الحافظ بن حجر قال بالاستقراء أن الإمام البخاري إذا ساق الحديث عن شيخين فإن اللفظ للثاني إذا ساق الحديث عن شيخين فإن اللفظ للثاني أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه يصرح كما هنا قال حدثنا يا حب ناحية واللفظ له وهنا قد يقول قائل أن الإمام مسلم يختصر أنه عنده الاختصار فكيف هنا أتى بالحاو أعاد السند الآخر قال حاو حدثنا يا حب ناحية ولم يأتي بالرأي فقط الذي اجتمعوا فيه وإنما سأتى بالطريق الأخرى وبشيخ آخر فهنا هذا الذي يظن أن الإمام مسلم قد خالف ما عليه وهو الاختصار فقد وهم وقد أخطأ فإن الإمام مسلم رحمه الله تعالى عندما أعاد فأعاد هنا لأن حماد ابن زيد قال عن أبي جمرتاء قال هناك في الطريق الأولى قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد ابن زيد وفي الطريق الثاني قال حدثنا يا حب ناحية قال أخبرنا ومن معروف أن الإمام مسلم يفرق بين التحديث وبين الإخبار الإمام مسلم رحمه الله تعالى يفرق بين التحديث وبين الإخبار فقال هنا وحدثنا يا حب ناحية واللفظ له قال أخبرنا عباد ابن عباد حدثنا وهناك قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد ابن زيد وفي الطريق الثاني قال وحدثنا يا حب بن يحيى قال أخبرنا عباد ابن عباد فالإمام مسلم رحمه الله تعالى يفرق بين التحديث وبين الإخبار بين حدثنا وبين أخبرنا الأمر الثاني أن في الطريق الأول طريق خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس وأما في الطريق الثاني أما في الطريق الثاني فقال أخبرنا عباد ابن عباد عن أبي جمرة ففي الطريق الأول ففي الطريق الأول أبو جمرة صرح بالسماع من ابن عباس رضي الله عنهما وفي الطريق الثاني لم يروي أبو جمرة الحديثة بصيغة السماع وإنما روه بصيغة العنعنة ومن أجل ذلك الإمام مسلم رحمه الله تعالى أتى بالإسناد كاملة بالإسناد الأول وبالإسناد الثاني أولا أن هناك فرق بين حدثنا وأخبرنا عند الإمام مسلم والأمر الثاني أن أبو جمرة في الطريق الأولى صرح بالسماع وقال سمعت ابن عباس وأما في الطريق الثاني فإنه لم يصرح بالسماع وإنما روى بالعنعنة فقال عن أبي جمرة قال وحدثنا يحي بن يحيى واللفظ له أخبرنا عباد بن عباد عن أبي جمرة أبو جمرة وجمرة أنه بالجيم بالجيم لم يوجد في الصحيحين إلا هذا الراي فقط أبو جمرة بالجيم المعجمة أبو جمرة بالجيم والمعجمة أو جمرة لم يرد في الصحيحين إلا هذا الراي فقط وأما حمزة وأبو حمزة فورد في الصحيحين حمزة وأبو حمزة بالحياة المهملة فورد في الصحيحين وأما أبو جمرة بالجيم المعجمة فإنه لم يرد في الصحيحين إلا هذا الراوي فقط عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وآله قدم وفد عبد القيس الوفد جمع والمفرد منه وافد والوفد هم الجماعة المختارة من القوم ليتقدموهم في لقي العظماء والمصير إليهم في المهمات هذا هو الوفد جماعة من علية القوم يتقدمون قومهم للقي الكبار والعظماء والوزراء والأمراء هذا يسمى وفد هذا يسمى وفد قال قدم وفد عبد القيس وفد عبد القيس هؤلاء تقدموا قبائل عبد القيس للمهاجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا أربعة عشر راكبا وكان الأشج العصري رئيسهم وكان الأشج العصري رئيسهم واسمه المنذر بن عايد المنذر بن عايد من حارث وإنما سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشج لأثر كان في وجهه سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأشج لأثر كان في وجهه وأما اسمه فاسمه المنذر ابن المنذر العصري المنذر ابن عايد ابن الحارث العصري المنذر ابن عايد بالذال المعجمة ابن الحارث العصري وسموه النبي صلى الله عليه وسلم بالأشج لأثر كان في وجهه وأما سبب وفودهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن منقذ ابن حيان وهو أحد بني غنم ابن وديعة وكان متجره إلى يثرب في الجاهلية يعني إلى المدينة كانت تسمى يثرب فشخص إلى يثرب بملاحف وتمر أتى بها من هجر بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله وسلم ليبيعها ليبيعها في المدينة فبينما فبين منقذ ابن حيان قاعد مر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنهض وقام منذر منقذ إليه نهض وقام منقذ إليه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمنقذ ابن حيان أمنقذ ابن حيان ثم سأله عن هيئته وعن حاله وعن قومه قاله كيف جميع هيئتك وقومك ثم سأله عن أشرافهم رجل رجل يسميهم بأسمائهم فدخل منقذ في الإسلام أسلم ثم تعلم سورة الفاتحة وتعلم كذلك سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق ثم رجع إلى قومه وكتب له النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابا إلى قومه يدعوهم فيها الإسلام يدعوهم في هذا الكتاب إلى الإسلام فعندما رجع إلى قومه كتم هذا الكتاب أياما واطلعت عليه زوجته وهي بنت المنذر بن عائذ الأشج العصري زوجته هي بنت المنذر بن عائذ اطلعت على هذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان في ذلك الوقت المنقذ رضي الله عنه كان يصلي فأنكرت عليه زوجته صلاته وحركاته التي كان يعملها فنقلت هذا الأمر إلى أبيها نقلت هذا الأمر إلى أبيها المنذر فقالت أني أنكرت على بعلي يعني على زوجها أني أنكرت على بعلي حركات يركع أحيالا ويسجد ويرفع من ركوع ويرفع من السجود ويقرأ ويتجه إلى جهة يعني تقصد القبلة ويحني ظهره مرة ويضع جبينه مرة أخرى تقول وذلك ديدنه منذ قديمة فعندما سمع أبوها بهذا الأمر التقى بزوج ابنته منقذ رضي الله عنه فسأله عن هذه الأعمال فأخبره بأنه دخل في الإسلام ثم أعطاه الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وآله وسلم معه بعد أن وقع الإسلام في قلبه ودخل في الإسلام الأشج العصري دخل في الإسلام فأخذ الكتاب ثم ذهب إلى قومه عصر ومحارب بكتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأه عليهم فوقع الإسلام في قلوبهم فدخلوا في الإسلام ثم أجمعوا على السير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسار الوفد وقدموا هذا الوفد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما دنى الوفد من المدينة قال صلى الله عليه وآله وسلم لجلسائه أتاكم وفد عبد القيس خير أهر المشرق وفيهم الأشج العصري غير ناكثين ولا مبدلين ولا مرتابين لأنهم دخلوا في الإسلام من غير حرب ومن غير مقاومة ومن غير أي تعب وإنما دخلوا في الإسلام مباشرة بعد أن قرأ عليهم كتابا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم عندهم وفدوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة الحي هنا منصوب على الإختصاص أي إن هذا الحي حي من ربيعة والحي هو منزل القوم المنزل الذي ينزلون به فإذا نزلوا في المكان سمية القبيلة به إذا نزلوا في المكان سمية القبيلة به إن هذا الحي من ربيعة فالحي هو المنزل الذي ينزلون به فإذا نزلوا به سمية حي ولذلك سمي حي لأن بعضهم يحي ببعض بعضهم يحي ببعض إن هذا الحي من ربيعة إن هذا الحي من ربيعة يعني هم ينسبون إلى ربيعة بن نزار هذا الحي من ربيعة لأن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديله بن أسد بن ربيعة فهم ينسبون إلى ربيعة بن نزار وهذا الحي كانوا ينزلون البحرين وليس المراد بالبحرين هي المدينة المعروفة الآن لا وإنما هي أعام من ذلك فشرق الجزيرة العربية المنطقة الشرقية الحسى والبحرين كلها كان يطلق عليها البحرين إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام يعني كان بينهم وبين المدينة كفار مضر لم يدخلوا في الإسلام وهم كفار وهم يخشون على أنفسهم من الذهاب والمجيء إلى المدينة لوجود هؤلاء الكفار قالوا إن وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك يعني لا نصل إليك لا نستطيع الوصول إليك إلا في شهر الحرام إلا في شهر الحرام أي لا يستطيعون الوصول إلى المدينة إلا في الأشهر الحرم لوجود كفار مضر يقطعون الطريق عليهم لوجود كفار مضر يقطعون الطريق عليهم فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام وكانت الجزيرة العربية يعني سابقا كان لا يوجد فيها الأمن لا يوجد فيها الأمن فكان يعني هؤلاء الكفار كانوا يعظمون الأشهر الحرم كانوا يعظمون الأشهر الحرم ولذلك هذا الوفد لا يستطيع أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلا في الأشهر الحرم إلا في الأشهر الحرم ثم يعني صار الأمن ثم بعد ذلك انقطع الأمن وحتى كان الحجاج إذا أرادوا الحج من جهة البحرين والمنطقة الشرقية كانوا لا يأتون عن طريق البر وإنما كانوا يأتون عن طريق البحر خوفا من القطاع فكان الأمن غير موجود في الجزيرة العربية إلى أن وحد الله سبحانه وتعالى هذه الجزيرة على يد الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى وحد الجزيرة فعندما وحد الجزيرة نعمنا وأنعم الله سبحانه وتعالى علينا بالأمن الذي نعيشه الآن من فضل الله سبحانه وتعالى الآن يستطيع الواحد يخرج من مكة إلى أقصى الجنوب وإلى أقصى الشمال وإلى أقصى الغرب وإلى أقصى الشرق ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى وإذا أردنا أن نحافظ على هذا الأمن الذي نعيشه فلابد أن نعمل بأسبابه إذا أردنا أن نحافظ على أمننا الذي نعيشه اليوم فعلينا أن نحافظ على أسبابه ومن أعظم أسبابه من أعظم أسبابه توحيد الله من أعظم الأسباب أسباب توطيد الأمن هو توحيد الله سبحانه وتعالى قال الله عز وجل وليبدلنهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ثم قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا فإذا أردنا الأمن والأمان وإذا أردنا أن نحافظ على الأمن الذي نحن فيه والذي نعيشه اليوم فعلينا أن نبذل أسبابه ومن أهم أسبابه ومن أعظم أسبابه هو توحيد الله أن نوحد الله سبحانه وتعالى وأن نصف كل أنواع العبادة لغيره سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا قالوا فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام الهنا للجنس وليس للعهد يعني الحرام يعني الحرم الحرام هنا الحرم إلا في شهر الحرام يعني في الأشهر الحرم والأشهر الحرم أربعة كما سماها الله سبحانه وتعالى وكما ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الأشهر الحرم أربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ثلاثة أشهر متتالية ثلاثة أشهر متتالية ورجب فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم هذه ثلاثة أشهر متتالية ورجب وهذا هو الشهر الرابع واختلفوا في عدها على قولين اختلفوا في عدها على قولين القول الأول هو الذي ذكرت لكم وهو يبدأ بذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب والقول الثاني يبدأ بأول السنة المحرم ورجب وذو القعدة وذو الحجة وعلى كل سواء بدأنا بأول السنة بالمحرم أو بدأنا بذو القعدة فالأمر سيان والحمد لله فهي أربعة أشهر وكان الكفار مع أنهم كفار إلا أنهم كانوا يعظمون هذه الأشهر الحروم يعظمون هذه الأشهر الحروم قالوا فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا يعني قومهم فمرنا بأمر نعمل به يعني هم يتعلمون ويعملون ثم بعد ذلك يدعون فمرنا بأمر هذا علم يتعلمونه نعمل به العمل يعملون بهذا العلم الذي يتعلمونه والذي يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ندعو إليه هذه الدعوة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ندعو إليه من وراءنا وهم قومهم يدعون قومهم يدعون قومهم إلى هذا الأمر الذي سيأمرهم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالوا فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال صلى الله عليه وآله وسلم أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ثم قال الإيمان بالله وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله ثم فسرها لهم ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم فسرها لهم فقال فسرها يعني فسر الأربع ثم فسرها لهم فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم طبعا هذا الحديث ورد بعدة روايات فهنا في هذه الرواية قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم وفي رواية شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة يعني حسب شهادة لا إله إلا الله من أربع وفي الطريقة الأخرى قال وأمرهم بأربع ونهوا مع أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده قال وهل تدرون ما الإيمان بالله قال والله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وهيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم لاحظوا هنا في صوم رمضان قال وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا خمسا من المغنم وفي الرواية الأخرى قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوم رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم هذه ألفاظه التي ذكرها الإيمان مسلم والذي ينظر إلى هذه الألفاظ يظهر له أن فيه إشكال وفيه مشكل ما هذا المشكل هذا المشكل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم بأربع أمرهم بأربع لكن نجد أنها ليس أربع وإنما هي خمس ليست أربعا بل هي خمس فهي شاية لا إله الله شاية لا إله الله وأن محمد رسول الله هذه واحدة وإقام الصلاة ثنتان وإيتاء الزكاة ثلاث وصوم رمضان أربع أربع وأن تؤدوا الخمس الخمس هذه خمس إذن الإشكال كيف يأمرهم كيف يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأربع والمذكور خمس فقالوا بأن هذا يعد من المشكل ولكن هناك من أجاب عن هذا الإشكال من أهل العلم ومن أفضل ومن أفضل جواب تجيب به على هذا الإشكال هو ما ذكره الإمام إبن البطار رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح البخاري قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها أمرهم بالأربع التي وعدهم بها وهي شهادة لا إله إلي الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان هذه أربع التي أمرهم بها ثم زادهم ثم زادهم خامسة وهذه الخامسة هي أداء الخمس لماذا لأن بينه وبين المدينة كفار مضر فهم أهل جهاد فهم أهل جهاد فقد يجاهدون هؤلاء الكفار فقد يحصل بينهم جهاد مع كفار مضر فتحصل الغنيمة فعليهم أن يؤدوا خمس هذه الغنيمة قال أمرهم بالأربع التي وعدهم بها ثم زادهم خامسة يعني أداء الخمس لأنهم كانوا مجاورين لكفار مضر فكانوا أهل جهاد وغنائم وهناك من يقول وهو القول الثاني قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع ثم قال وأن تؤدوا خمس ما غنمتم على أن وأن تؤدوا خمس ما غنمتم معطوفة على أربع معطوفة على أربع عن أربع وأن تؤدوا معطوفة على أربع أو معطوفة على آمركم بالإيمان بالله وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم الإيمان بالله وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم وهنا نجد في هذا الحديث حديث وفد عبدالقيس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر لهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسر لهم الإيمان بأركان الإسلام فسر لهم الإيمان بأركان الإسلام فقال الإيمان بالله ثم فسرها بأركان الإسلام شهادة لا إله الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان مما يدل على أن الإيمان والإسلام إذا افترق اجتمع إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق فهنا الإيمان يدخل فيه الإسلام فالإيمان يأتي بمعنى الإسلام الإيمان هنا يأتي بمعنى الإسلام فالإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فقال هنا آمركم بأربع وأنهاكم مع أربع الإيمان بالله ثم فسر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإيمان بأركان الإسلام مما يدل على أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع قال ثم فسر لهم فقال شاية لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهذه كلها سبق وأن أخذناها في حديث جبريل المشهور هذه الأركان الخمسة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم وهو الغنيمة يعني أنه إذا حصل بينه وبين كفار مضر جهاد وقتال ثم انتصروا عليهم وأخذوا منهم الغنائم فإنه يلزمهم أن يؤدوا خمسة الغنيمة أن يؤدوا خمسة الغنيمة وهذا سيأتي عنه الكلام إن شاء الله بالتفصيل في موضعه في موضعه إن شاء الله عز وجل وأن تؤدوا خمسة ما غنمتم قال وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير ونقف عند هذا نقف عند هذه الجملة من الحديث وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الصيام والقيام وأن يتقبل منا ويرزقنا الإخلاص وأن نسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويرزق الإخلاص إنه الي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته